مما ان رمضان بيخلص والشياطين متسلسلين في رمضان فانا عايز اقولك ان من احلى الالعاب اللي بحبك والالعاب قتل الشياطين امسك الشياطين تشافلح ونهار دي جايب لك 15 لعبة من احلى الالعاب اللي عبدها واللي مبدأها قتل الشياطين انا عم سبسكرايب يلا بي اهلا وسهلا بيك في قناتك في الستيب جيمينج اللي ما عرفنيش اول مرة بتفرج علي انا اسمي كريم بقدم مراجعات عن الالعاب وعند الاجهزة نور قناتك يا باشا اللي لازم الدخل اول لعبة معانا في قتل الشياطين لعبة اتبعتتلي من يومين لعبة ديابلو المصرية دراست لور ماستر اللعبة دي يا جماعة لعبة من مطور مصري من ستوديو مصري على شبيه الديابلو لكن الشخصيات واخدها طبع عربي شكله لطيف والديزاين بتاع الليفلز حتى واخد طبع عربي شوية زي برينس اف برجا والحاجات دي اللعبة دي يا جماعة من مطور مصري واللعبة بتعتمد على قتل الشياطين في الدنجنز او لعبة دنجن كرولر بتتفتح لك المراحل كل ما بتخلص مجموعة من الشياطين زي معظم الالعاب اللي بالشكل ده وبتقدر تأبجريد بتاعتك ان انت بقى تطلع نار تعمل دروعة وهكذا اللعبة بسيطة جدا ومش بالتعايد بتاع ديابلو فسهل اي حد يلعبها فور فان للتسلية مش هتاخد منك سكيل واسع ولا فيها الار بي جي المنتز بتاعت الابجريدز الكتير المعقدة اللي موجودة في الالعاب دي اللعبة متوفرة حاليا بنسخ ديمو مجاني على ستيم فرجاء فضلا وليس امرا ننزل تحت على اللينك اللي موجود في الكومنت المتثبت وفي الديسكريبشن ونديه في اللعبة للوشلست بتاعتي ده هيدعم المطور جدا جدا ونخش على الخمساشر اللعبة واول لعبة معانا وهي لعبة من نستالجا من قديم الازل من اهم البلايستيشن تو اللعبة دي يا كريم ليه انت حطيتها قبل ما اقول لك ليه حطيتها لازم نعرف اللعبة الاول وهي لعبة ايفل داد للبلايستيشن تو لعبة ايفل داد من الالعاب الجميلة جدا لان اصلا فيلم ايفل داد كان مكسر الدنيا في الوقت ده سلسلة افلام ايفل داد يا جماعة ايدخلت موضوع الشياطين والعفريت بشكل كده جميل مع شخص يعيني ملوش فيه وهو عبارة عن واحد بيروح مع صحبته بيت والدنيا بتتقلب من ساعتها الفيلم كان مرعب جدا وفني في نفس الوقت انا بقى اعتبرو بالافلام النستالجا بفتكر حياتي وانا صغير والجيم بلاي كان شبيه بالفن والكوميديا السوداء والرعب بتاع الفيلم لازلت باصدار جديد على البلاي ستيشن فور وعلى منصات الجيد الجديد لكن انا لسه قاعد مع انستالجا ايفل داد ده من الالعاب اللطيفة جدا خش على اللابة اللي بعد كده واللي عليها جدل كبير وهي لعبة دانتيز انفيرنو دانتيز انفيرنو من احلى العاب اي 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 ومن الالعاب القواية جدا ناس كتير جدا كانت معتقدة ان اللعبة دي حصرية لأكس بوكس ري سيكس لكن احب اقولك لا متوفرة بنسخة البلاي ستيشن سري عادي جدا لعبة دانتيز انفيرنو تفردت وتسيدت هذا النوع من العاب ليه بقى؟ لان دانتيز انفيرنو عرض اللعبة بشكل متقدم عن وقتها الوقت ده جماعة ما كناش بنشوف العاب بالاتقان ده بالشكل ده او العاب قليلة جدا اللي كانت بتقدم النوع ده من العاب قتل الشياطين والشعوازة والكلام ده فدانتيز انفيرنو من الحاجات اللي انت لازم تجربها علشان فعليا باشا لو ما جربتاش انت فيتك حاجة كتير جدا في اللعبة فيتك اكسبرينز اللعبة اللي بعدها وهي مش شبيهة بدانتيز انفيرنو لكن انا بحب اربطها دايما بدانتيز انفيرنو وهي لعبة كيرسيد كروسيد او الحملة الصليبية الملعونة اللعبة دي فيها كونسب تعجبني جدا ان مع الحملات الصليبية اللي جات على الكدس كان في واحد بيدور على ابوه وجيه وقابل واحد صاحبه تاني وتعرفه على بعض وبدأوا يقتلوا الصليبيين او الاعداء الصليبيين اللي متزعمين واللي كانوا حاكمين الكدس في الوقت ده علشان يوصل لابوه القصة في ايه ان هو كل ما كان بيقتل كل ما كان بيتحول الى شيطان فعليا بيطلع القرون وحاجات كده بيتحول الى شيطان فهو بيحارب الشيطان اللي جواه لكن مش قادر يحاربه علشان فيه دم كتير في ايده وبيوصل لمجموعة من البوسيز والبوسيز دول بيتحولوا الى شيطين وبتقوم معركة شيطانية جبارة جدا اللعبة من طراز الحاكن سلاش والميكانيكس بتاعت اللعبة هو قصة اللعبة من اروع ما يكون ده كرسة كروسيد من العاب اللي انتو لازم تجربه هنا ولازم نتكلم عن الهانتر او بلادبورن بلادبورن من العاب السولز لايك او الالعاب الشبيهة بالعاب السولز لكن ايه اللي ميز بلادبورن بلادبورن عملت حاجات مععملتهش اي لعبة قبل كده اول حاجة اللور بتاع بلادبورن يخليك متعلق بيه جدا وعايز تعرف ايه قصة الهانتر الجزء التاني وهو ميكانيكس الجيم بلاي اللي لكانت بصعوبة دارك سولز ولا برضو بسهولة اي لعبة تانية لكن عمل بالانس في الجيم بلاي جميل جدا ورائع جدا حاجة التالتة وهو او تقدر تشيل سلاحين مختلفين وتسهل على نفسك الجيم بلاي اللي كانت قبل كده ايه اما معاك سلاح ايه اما معاك سلاح مسكوب ايديك الاتنين ايه اما معاك سحر في بلاد بورن الموضوع مختلف شوية تجربة من تجربة سولز انا ما شفتش ان اتكرر زيها بصراحة حتى لما حبت تعمل زيها ما وصلتش لنفس المستوى بتاع بلاد بورد فكنا بقى عايزين الستين فريم عالبي سي وعالبلاي ستيشن فايف اللي يبارك لكم لعبة من العاب الزومبي المفروض لكن انا اعتبرتها لعبة من العاب قتل الشياطين ليه بقى يا عم كريم علشان هو اصلا معمولة في بيت مع اسرة مشيطنة دي مش زومبي دول مش زومبي وهي هذه الاسرة الشيطانية والجنب لايه الشيطاني والجنب لايه المرعب خلى متفردة كده قعدة في حتة لوحدها بعيدة عن العاب لما نزلت عملت نفس الستايل ونفس الشكل لكن برضو لم ترقى ولم ده تفوق على من المنظور الاول مش عارف هيعمله زيها ازاي تاني فانا بحس بالاجواء الشيطانية المرعبة داخل هذا المنزل الملعون مع الاسرة الملعونة دي فدول شياطين دول مش اي حاجة غير ان هما شياطين من الالعاب اللي انت لازم تجربها وولع النور وانت بتلع خش على العابة بعد كده من الالعاب المشهورة والناس هتستغرب اللعبة دي وهي لعبة الناس كل اللي بتشوف بتفتكر فيلم لكن اللعبة بيتكلم عن وال دي هي عبارة عن اشخاص شريرة او شريرة عايشة جوة الناس لعبة بتتكلم برضو في نفس ال بتاع قتل الشياطين او الارواح الشريرة لعبة بيتخش بعمق جدا داخل الشخصية والكراكتر ديزاين بتاع اللعبة حرية التعامل مع بيتكلم خليها من اقوى الالعاب الموجودة والكسة والرسومات وكل واحد بيأثر ازاي بشخصيته وتتابع الاحداث علشان نقدر نتخلص من البرسونس الشريرة اللي انت اصلا عندك واحد من البرسونس دي ده اللي بيدي بتاعة لعبة بيتكلم بيتكلم انا بعتبرها من اجمل الالعاب وقتل الشياطين ديمون سلاير طبعا كل الناس متابعة الانمي بتاع ديمون سلاير نتمنى نشوف السيزون فور خلاص احنا خلصنا مدينة البغاء اللي كانوا موجودين فيها دي وبعد كده روحنا كارية السيوف خلصنا على الاتنين الرابع والخامس اظن اللي انا غلطان فكروني فاحنا محتاجين بقى نشوف التالت والتاني والاول هتقولنا السيزون بسرعة اللعبة دي يا جماعة اللعبة ديمون سلاير اللي بيحب او بيحب الانمي بتاع ديمون سلاير ديمون سلاير هو بيتكلم عن ولد بياتل الشياطين لكن اخته اتحولت الى شيطانه وبيحاول ان هو يوصل للشيطان الاول او الزعيم الاول علشان يقدر يوصل لحل في ان هو يرجع اخته انسانة تاني دراما كتير جيم بلاي بتاعها لطيف رسومات شكلها حلوة جدا مناسبة لكونسو زي البلاي ستيشن فور وهو متوفرة برضو على البلاي ستيشن فايف فديمون سلاير انا عشان بحب الانمي واللعبة اسمها اصلا قتل الشياطين فهي من احلى العاب قتل الشياطين الجيم بلاي بتاعها رائع جدا والديالوج بتاعها رائع جدا فما تفوتكش يا معل مين بقى بيحب ديمون سلاير يكتب في كومنتات لابا اللي معنا بعد كده وهي لعبة شادو اوف دا دامد شادو اوف دا دامد من الجواهر المتفونة في عالم الجيمي ناس كتير جدا بتعتبر ان الوحيد اللي بقتل الشياطين هو دانتي لأ احب اقولك يا جماعة ان شادو اوف دا دامد من اجمل العاب الكوميدية المصممة لقتل الشياطين الاسلحة شكلها جامد جدا وفكرتها جامدة جدا فكرة اللعبة يا جماعة مش عايز احرقها انا بحاول محرقش اللعبة لكن فكرة اللعبة مش هتلقوها متكررة في اي لعبة تانية شادو اوف دا دامد من اجمد التجارب اللي انتو ممكن تلعبوها من المنظور الاول ومن الالعاب اللي فيها ميكانيكس جيم بلاي وانيفيشن وتطوير وتخيل كبير جدا يحسزك ان فعليا مفيش لعبة اتعملت بالشكل ده ولا بالحجم ده فشادو اوف دا دامد من اروع العاب قتل الشياطين لو عرفت الجارب هجربها اظن هي متوفرة على الاكس بوكس تي سيكستي متوفرة على بلاي ستيشن سري كلمنا عن بلاب بورن لازم نقول اللعبة اللي اسمها بيتمثل في قتل الشياطين وهي لعبة ديمون سولز ديمون سولز ظهرت لنا باول نسخ لها على البلاي ستيشن سري في منها نسختين نسخة كانت عن طريق بانداي نامكو ونسخة تانية عن طريق اتلاس لكن النسختين متشابهتين هو بس فرق في التوزيع ديمون سولز من اقوى الالعاب اللي بيتمثل روح السولز مع فكرة الشيطانة وقتل الشياطين لكن ديمون سولز من اصعب الالعاب اللي انت ممكن تلعبها من الالعاب السولز ايه اللي خلى ديمون سولز متميزة اللي خلى ديمون سولز متميزة ان لما نزلت اللعبة ما كانش لسه حد عنده فكرة يعني ايه لعبة سولز مع ان الجرافيكس اللعبة كان ضعيف جدا وكان سيء جدا واللعبة كانت تشالجين جدا وصعبة جدا الا ان خلت الناس تتعلق بيها وقسرت كل قواعد الجيمينج وده اللي خلى شركة زي بلاي ستيشن لان اللعبة دي حصرية لبلاي ستيشن اللعبة دي لن تلعبها في اي مكان غير بلاي ستيشن عملت لها ريميك على البلاي ستيشن 5 باروع واجمل ما يكون فلو انت بتحب التحدي مع ميكس قتل الشياطين فحب اقول لك ان ديمون سولز اقوى الالعاب اللي انت ممكن تلعبها بتجودها اصعب من بلابورن يا جماعة بكتير نيجي لعبة بعد كده برضو عليها جدل كبير جدا في الشرق الاوسط وهي لعبة باينات بعيدا عن كونسب اللعبة لكن احنا بنتكلم في الجيم بلاي لعبة بايناتها برضو بتتكلم في قتل الشياطين اللعبة من العاب الهاكن سلاش من الطراز الاول ومن العاب القوية جدا اللي ممكن تلاقي فيها وكمان هتتعجب من الخيال ومن تصميم الشخصيات ومن تصميم الاعداء فالعاب بايناتها من اقوى او سلسلة العاب بايناتها كلهم جمدين هبالولا ما شفتش لعبة قررت بايناتها بشكل كبير لكن بايناتها لحد دلوقتي من السلسل القديمة اوي ومستمرة حتى وقتنا هاي فلو انت ما جربت السلسلة بايناتها انصحك بيها جدا العظيمة والقوية من اقدم العاب قتل الشياطين وهي لعبة ديابلو لعبة ديابلو هي لعبة دانجين كرولر من المنظور اللي من فوق دوت يعني ايه بقى لعبة دانجين كرولر يعني من الالعاب اللي انت بتخش في سرديب تحت الارض وبتخش في اماكن تعج بالوحوش والشياطين والكلام ده كله اللعبة بتتكلم عن الانفستيشن او عن الفساد اللي بينتشر في الارض وناس كتير بتتحول الى شياطين وبيظهر كائنات من الجحيم وحضرتك مضطر ان انت تطهر هذا العالم من الجحيم ومن الكائنات الشريرة وتهزم الشيطان الاكبر او الديابلو وترجح النظام للعالم لعبة فيها ميكانيكس خوي جدا فيها قابلاتيس حلوة جدا نظام الار بي جي سيستم بيتجلى في لعبة ديابلو لعبة ديابلو من العاب اللي انت لو لعبت ديابلو تو ديابلو سري ديابلو ري برز اديشن ديابلو فور مش هتتدايق كل الالعاب بتاع الديابلو من الالعاب الرائعة جدا فديابلو اذا ماستي بلاي يا جماعة انا عندي نسخة ديابلو تو للبي سي الناس اللي كانت سألتني عن اغلى لعبة عندك ايه في ديابلو تو للبي سي رحل عبنا رح نزل ديابلو لعبة دلوقتي لعبة الناس كتير متعرفهاش وهي لعبة بروت الليجند بروت الليجند هي من تمثيل الممثل جاك بلاك انت عبارة عن واحد بسموء الراودي او اللي بيزبط الادوات الموسيقية للفرقة اللي بتغني والفرقة بتغني ايه بتغني هيفي متل ومرة واحدة بيطلع الشياطين بتخش في معركة مع هزا الشيطان ثم بتذهب الى الجحيم علشان لما تروح الجحيم تلاقي مين تلاقي كل اللي بيغنوا هيفي متل وروك موجودين في الجحيم والشخصيات الحقيقية هلما هستلنا اللعبة دي لعبة فن جدا لعبة لذيذة جدا ومسلية جدا مش لعبة مرعبة لعبة عالم مفتوح في كمية كوميديا يا جماعة مش طبيعية في اللعبة حاجة كمان ان انت بتعمل نوع من انواع النوات الموزيقية بالجتار بتاعك بتخلي الناس تتكهرب والشياطين تولع يعني موضوع صريف جدا ومسل جدا لعبة بروت الليجنز متوفرة على البلاي ستيشن سري هظن موجود نسخة على سري سيكستي عرف لتقفش واحدة او عرفت تلعب اللعبة استمتع اجمل واحد بقى واجمل واحد في قتل الشياطين لعبة دوم لعبة دوم نزلت من قديم الازل لكن لو مشينا بلعبة دوم حتى دوم اترنل من ساعة ما بتبدأ اللعبة بتحس نفسك ان انت داخل الجحيم فعليا فاست جيم بلاي سرعة جور دم كتير جدا بترتش في كل حتة من احلى العاب الشوتر واللي اجمل منها كمان الموسيقى العنيفة جدا اللي موجودة في الخلفية اللي بتديك حماسه وتخلي الادرنالين يضرب في دماغك في السقف مش قادر تبص يمينك ولاش مالك انت لو بصيت يمينك ثانية هتلاقي نفسك اتعمل معاك الجلاشة فلعبة دوم من اجمل العاب قتل الشياطين وانا بعتبرها الجوت يعني لكن عندي لعبة زيادة لازم او اخر لعبة ودي اللي انا بعتبرها الجوت بصراحة وهي ديفل مايك راي او ديمسي ديفل مايك راي يا جماعة احلى حاجة فيها ان هي اخدت الموضوع بشكل فانتازيا الاخوين منهم شيطان ومنهم ملاك ونص انسان ونص شيطان ونص ملاك والكصة الكبيرة بتاع ديفل مايك راي مزات شخصية دانتي لان انا بحب شخصية دانتي جدا خلي من ايام البلاي ستيشن 2 حتى البلاي ستيشن 5 في نسخة البلاي ستيشن 5 من اجمل العاب وبرضو من اجمل القصص في العاب قتل الشياطين كل مرة بيبقى فيه غرض كل مرة بيبقى فيه تارجت كل مرة بيبقى فيه هدف بيدي معنى للكسة بتاعت اللعبة كاب كوم بتتقلق في بتتقلق في تصميم الشخصيات بتتقلق في الحوار لان هي بتضيف نوع من السودوية والانتقام داخل اللعبة وبرضو بتضيف نوع من انواع والكوميديا السوداء وساعة الكوميديا المباشرة من اجمل الالعاب او من اجمل سلاسل الالعاب اللي انت ممكن تلعبها لالعاب قتل الشياطين قل لي بقى انت ايه احلى لعبة قتل الشياطين انت لعبتها ولو انا في حاجة ممكن ما ذكرتاش في الفيديو انزلك بتهلنا في الكومنتات نروح نجربها كلنا مع بعض لو وصلت لغاية هنا اشتراكك يشرفني ومنور قناتك يا مالك معاك كريم من قناتك في ستيف جيمينج شوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وعا السلام شكراك يشرفني